اشتركوا في القناة الجيس النمساوي يجري مناورات جوية لأنظمة الدفاع السجن المخفف لشرطي عامل شاب عربي بعنف إطلاق ناجح لقمر صناعي نمساوي مخصص للمناخ تفاصيل النشرة على النمسا ميدي أهلا بكم قررت النمسا تعليق دفعات التعاون التنموي مع الفلسطينيين بسبب تصاعد العنف في إسرائيل حيث أعلن وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ عن هذا القرار واعتبر شالنبرغ الوضع الحالي ككسر غير مقبول لدرجة أنه لا يمكن تجاهله مؤكدا تجميد قيمة الدفعات التنموية بحوالي 19 مليون يورو وعرب السفير الفلسطيني صلاح عبد الشافي بقوله إن هذا الإجراء يعد عقوبة جماعية للشعب الفلسطيني ودعما للسياسة العدوانية لإسرائيل ضد المدنيين كما أعلن شالنبرغ عن استدعاء سفير النظام الإيراني في فيينا احتجاجا على الدعم حماس والاحتفال بإنجازاتها في طهران تظاهر عدد من الفلسطينيين نهاية الأسبوع الماضي أمام مبنى المستشارية وذلك بعد أن رفعت النمسا العلم الإسرائيلي على مبنى الحكومة والخارجية وذلك في إشارة لدعم النمسا الموقف الإسرائيلي وقد أثار رفع الأعلام الفلسطينية استياء العديد من السياسيين معتبر ذلك تأييدا لهجمات حماس وقال جهاز الاستخبارات أنه يراقب الوضع عن كثب فيما رفضت النائبة البرلمانية مونة دوزدار من الحزب الاشتراكي وهي من أصول فلسطينية رفضت استخدام علم فلسطين بالنيابة عن كل فلسطيني ودع رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا أوميت فورال إلى وقف الدعم لأي نوع من أنواع تمجيد العنف يبدأ المستشار النمساوي بزيارة إلى تركيا الثلاثاء القادم وذلك للقاء الرئيس أردوغان حيث ستركز المحادثات على قضايا الهجرة والتعاون والوضع في أوكرانيا ويستحب المستشار وفدا وزاريا على المستوى يضم زراء الداخلية والاقتصاد ويشمل جدول الزيارة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات العودة بالإضافة إلى مكافحة التهريب وقال نهامر أن نسعى إلى تقليل مسارات الهجرة وتوفير فرص العمل ومكافحة التهريب وتقديم المساعدة في المكان إضافة لتعزيز اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بدأ الجيش النمساوي تنفيذ مناورات لقوات الدفاع الجوي وذلك في مناطق في مقاطعتي النمسا السفلة والعليا تستمر حتى الجمعة القادم ومناء المتوقع زيادة في حركة الطيران ويهدف التمرين إلى تعزيز التنسيق بين قوات الجو والأرض ويتضمن التمرين 150 جندي ومختص من وحدات مختلفة وأكدت وزيرة الدفاع كلاوديا التنار على أهمية التدريب المنتظم مشيدة بجاهزية القوات وروح الابتكار لديهم ويجب على الجنود أن يتقنوا مهاراتهم في جميع الظروف وعلى مدار اليوم والليل أصدرت محكمة فيينا الحكم على شرطي أدين بالاعتداء الوحشي على رجل من أسطن عربي أثناء تأديته لعمله واعتبرت المحكمة أن الشرطي تجاوز صلاحياته ورغم ذلك حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ حتى لا يفقد وظيفته وقدمت النائب العام استئنافا معتبرا أن العقوبة غير كافية وأشار القاضي لأن ذلك فعل عنف كامل وكان الشرطي في أغسطس 2022 قد اعتدى على الرجل بطريقة وحشية حيث قام بضربه وتعنيفه بركلة في وجهه ويجب الآن على المحكمة العليا أن تقرر مصير العقوبة نجح القمر الصناعي النمساوي بريتي في الانطلاق بنجاح من مركز الانطلاق في كورو جويانا الفرنسية صباح اليوم بعد تأجيلات متعددة وحسب هيئة القضاء أو الفضاء النمساوية من المتوقع يصل القمر الصناعي إلى ارتفاع خمسمائة وخمسين كيلو متر بعد ساعتين من الإطلاق ومن المتوقع أن يجمع القمر بيانات حول تغير المناخ وقد تم تطويره بالتعاون مع جامعة التكنولوجيا في جرات وشركة زايبرستورف لصالح الوكالة الفضائية الأوروبية ESA وسوف يستخدم في أبحاث متنوعة ويعد هذا إضافة للنمسا في الأبحاث الفضائية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هي فألقاكم في نشرة لاحقة بأمان الله اشتركوا في القناة